رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالتصويت الكبير لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار مشيرا إلى أن الأغلبية الكاسحة التي صوتت لصالح القرار إنما تعبر عن الموقف الحقيقي للرأي العام في العالم في بيان له أكد أبو الغيط أن الدول التي صوتت ضد القرار تقف على الجانب الخطأ من التاريخ وأشار إلى أن هذا التصويت يعكس بجلاء عزلة إسرائيل وانكشاف موقفها وتهافت الحجج التي تستند إليها في شن حرب غاشمة وظالمة وعشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة هذا وأكد أبو الغيط أن تطور في الموقف الأمريكي من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع جاء متأخرا ولا زال غير كاف لوقف الحرب الدموية متمنيا أن تتخذ الولايات المتحدة الموقف الصحيح أخلاقيا وسياسيا بالضغط على إسرائيل لوقف مذبحة غزة التي ستغذي التطرف في المنطقة لعقود قادمة إجماع دولي واسع تبنته الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة بهدف معالجة الوضع إنسانيا بعد أن أخفق مجلس الأمن في تبني قرار مماثل الأسبوع الماضي مصر نيابة عن اللجنة العربية الإسلامية قدمت مساودة قرار يطالب بحماية المدنيين ووقف محاولات الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة محذرة من دخول المنطقة بأسرها في حرب إقليمية في حال تواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع تؤكد المجموعة العربية أن مساعي أقلية من الدول الرامية للتصدي للرأي العام الدولي المطالب بوقف إطلاق النار بضرائع ومبررات واهية متعلقة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تتجاهل عن عمد أن هذا الحق لا ينطبق على إسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها قوة الاحتلال غير الشرعية وتتجاهل أيضا أن هذا الحق لا يعفي حال تطبيقه من الالتزام بأبسط قيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي القرار أيده 153 من أعضاء الجمعية العامة من أصل 193 عضوا بينما صوتت ضد القرار إلى جانب إسرائيل ثماني دول أخرى وامتنعت 23 دولة عن التصويت فيما اعتبرت فلسطين أن قرار الأمم المتحدة يعد قرارا تاريخيا لا سيما بعد قرار الأمين العام أنطونيو جوتيريش تفعيل المادة 99 للمرة الأولى منذ عقود وعلى الرغم من أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة إلا أن البعض يرى أن الإجماعة الدولية على المستويين الأممي والشعبي قد يساهم في الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل لإلزامها بوقف استهداف المدنيين